وكانت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أكدت في بيان مشترك على ضرورة ردع تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية ودعمها للإرهاب من خلال المجموعات الإرهابية المسلحة التابعة لها وشدد البيان على أهمية منع إيران من الحصول على سلاح نووي وضمان الحفاظ على حرية حركة التجارة عبر الممرات البحرية الدولية الاستراتيجية ولسيما باب المندب ومضيق هرمز وأكد الجانبان دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي اليمني معبرين عن شكرهما للمجلس على التزامه بالهدنة والخطوات التي أسهمت في تحسين حياة اليمنيين في جميع أنحاء البلاد ورحبت الرياض وأشنطن بقوة المهام المشتركة 153 المنشأة حديثا للتركيز على أمن مضيق باب المندب في البحر الأحمر وزيادة ردع التهريب غير الشرعي إلى اليمن كما رحب الجانبان بتولي السعودية قيادة قوة المهام المشتركة 150 التي تعزز أهداف الأمن الملاحي المشترك في خليج عمان وفقا للبيان المشترك